إلى بلدة الدمين الغربية ودمرت أسلحتهم وعتادهم وذخيرتهم أكذيب قنوات التضليل والفتنة وصورها وأفلامها المفبركة لم تنطل يوما على السوريين الذين وقفوا لها بالمرصاد يفندون كذبها وتلاعبها عمر بورقى أحد من شارك هذه القنوات وأدوات الإرهاب على الأرض بعد تحويل مخبر التصوير والطباع الذي يمتلكه لوكر يتم فيه فبركة الأفلام وإرسالها إلى قنوات الفتنة جاء واحد اسمه محمد نور اللي يتعمل معنا بصفة أني أنت تطبعنا الصور بالمخبر عندك أول شي عارضت بعدين قلت مثلوا الشغل ما بيشغلت وفقته جابوا لي صور يصوروا هنين براي مثلا على الموبايلات أو الفلاشات أو يصوروا هيك وجيبوا لي إياهن أحمدهم أنا أطبع لوين الصور الصور يقضون على الكتيبة الكتيبة اسمه شهداء الفردوس تتعدد شيء 75 عناصر معهن في عندهم دوشكا في عندهم بارودة عندهم من بقشين عندهم قناصة يجيبوا بسانك فيه عالم اسمه عناصر من عندهم مقتولين يشلحوهم ويصوروهم بإعساس أني دولة المتجيش يعني أنا شفت السعودي شفت بريطاني شفت هذا البريطاني عنده بصور بطلع بصور معارك بودي مراسلة شدة الحرية السعودي كان يمول المول الكتيبة بالدولارات أنا شهيد أنا لعب أتل وطنه أنا شهيد لعب أتل عرضه أنا شهيد عب أتل وول من بلاده أنا شهيد عب أتل لشaurais Social أنا شهيد عب أتل أنا مو حرأ هذا الشهيد منه بريئة مستحيل أن يكون هذا الشهيد الشهيد لعب هدفع عن وطنه هدفع عن أرضه هدفع عن أولاده هدفع عن شرفه هذا الشهيد جدد مجلس الأمن الدولي دعمه لقوات الأمم المتحدة في الجولان السوري وطلب التعاون بشكل تام معها والحفاظ على أمن طاقمها ودعا الأمين العام للأمم المتحدة للتأكد من أن القوى تتمتع بالقدرات الضرورية للقيام بمهامها وطالب أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في بيان تبنوه بالإجماع جميع الأطراف تعاون بشكل تام مع قوة الأمم المتحدة والسماح لها بالتحرك بحرية تامة والحفاظ على أمن طاقمها وكان المستشار النمساوي فيرنر فايمن أعلن في وقت سابق أمس رسميا سحب الكتيبة النمساوية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان السوري الأندوف لسوء الأوضاع الأمنية بعد عدة تعديات واعتداءات نفذتها مجموعات إرهابية مسلحة على عناصر القوة الدولية ويوم أمس حاولت مجموعات من المسلحين السيطرة على معبر القنيطرة لكن قواتنا المسلحة الباسلة تصدت لهم وأوقعت العشرات منهم بين قتيل وجريح كما تمت ملاحقة ما تبقى من المسلحين باتجاه قرية القحطانية وسط نقل سيارات إسعاف تابعة للاحتلال الإسرائيلي بعض الإرهابيين المصابين إلى داخل الأراضي المحتلة كما تصدت وحدة عسكرية بالتعاون مع أهالي قرية القحطانية لمسلحين حاولوا الاعتداء عليها من محوري رسم الشولي والبيضاء أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أليكسندر بورتنيكوف أن نحو مئتي مقاتل من القوقاز الروسي يقاتلون في سوريا تحت راية تنظيم القاعدة الإرهابي ومنظمات أخرى تدور في فلكه وأشار بورتنيكوف إلى أن مشاركة هؤلاء في القتال إلى جانب تنظيم ما يسمى إمارة القوقاز تحت علم القاعدة ومختلف المنظمات المنتمية إليها تثير قلقا لدى روسيا وتشكل خطرا جديا بالنسبة إلى كل الدول وليس فقط بالنسبة لروسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة بل للدول الأوروبية والقارة الأمريكية أيضا منبها إلى عواقب تنامي نشاط هؤلاء في الفترة الراهنة وتوجههم إلى سوريا يسود الهدوء أماكن وأحياء مدينة طرابلس شمال لبنان اليوم بعد أن أنهى الجيش اللبناني الاشتباكات العنيفة التي دارت ليلا في بعض المناطق وإثر إقدام مسلحين ملثمين على ترويع الأهالي وإغلاق الطرق ومحاصرتها واستكمالا لتنفيذ الخطط الأمنية انتشر الجيش اللبناني في محلة التبانة حيث عمد ليلا الرد على القناصة التي كانت تطلق النار على المارة كما نفذ مداهمات وسير دوريات في مختلف أحياء المدينة وطارض المسلحين وكانت طرابلس شهدت ليلا هدوءا نسبيا ما زال مستمرا بفضل إجراءات الجيش الذي فتح الأوتوستراد الدولي الذي يربط طرابلس بعكار في محلة التبانة وكانت وحدات من الجيش اللبناني ضبطت أمس في طرابلس مخزنا للسلاح يحتوي على كميات من العبوات الناسفة ومدافع الهاون محلية الصنع والبنادق الحربية والذخائر العائدة لها بالإضافة إلى اعتيدة عسكرية متنوعة في بغداد وفي تفجير إرهابي جديد قتل سبعة من رجال الشرطة بعد تفجير سيارة مفخخة بالقرب من مقر للشرطة في منطقة التاجي شمال بغداد وكان سبعة عراقيين قتلوا وأصيب العشرات بجروح في هجومين إرهابيين بسيارتين مفخختين في بغداد أمس وحسب مصدر في الشرطة فقد انفجرت سيارة الأولى بالقرب من سوق للماشية في ضاحية النهروان جنوب شرق بغداد وعدت إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح فيما انفجرت السيارة الثانية في منطقة البيع الصناعية جنوب غرب العاصمة ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح قتل جنديان تونسيان إثر استهداف سيارتهم بقنبلة زرعت على جانب الطريق أثناء مرورهم بقرية دوقرة في جبل شعانبي الذي يسيطر عليه إرهابيو تنظيم القاعدة وقال المتحدث باسم الجيش التونسي إن التفجير أدى لمقتل ضابطين تونسيين وإصابة جنديين آخرين فيما اعتبرت الحكومة التونسية أن البلاد بدأت تعاني من الهجمات الإرهابية بعد تدخل الجيش الفرنسي في مالي حيث قامت جماعات من تنظيم القاعدة باتخاذ مناطق جبلية نائية في تونس مركزا لها يشار إلى أن نحو عشرين جنديا تونسيان أصيبوا بجروح منذ شهر نيسان الماضي بزرع عبوات ناسفة على جوانب الطرق في منطقة جبل شعانبي بالقرب من الحدود الجزائرية قتل سبعة جنود جورجيين تابعين لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان وعصيب تسعة آخرون بعدما فجر انتحاري شاحنة محشوة بالمتفجرات أمام قاعدتهم جنوب البلاد وقال رئيس واركان الجيش الجورجي إن الجنود قتلوا في التفجير الانتحاري الذي وقع خارج قاعدة عسكرية جورجية بولاية هلمند الأفغانية مشيرا إلى أن تسعة جنود آخرين أصيبوا بجروح قتل أربعة أشخاص في إطلاق نار في منطقة تيبيتو وهي إحدى ضواحي مكسيكو سيتي التي تعد موطنا لأكبر سوق سوداء في المنطقة وقال مصدر محلي إن إطلاق النار بدى مقصودا إذ أطلق مسلحون النار عدة مرات والهجوم كان موجها إلى المكان بشكل واضح بينما قال شهود عيان إن إطلاقا لنار وقع في صارة الألعاب الرياضية في المنطقة وأشار أحد الشهود إلى أن المهاجمين كانوا ملثمين وأطلقوا النار بشكل عشوائي يشار إلى أن منطقة تيبيتو هي مركز نشاطات السوق السوداء في المدينة حيث تباع على نطاق واسع البنادق والمخدرات والبضائع المسروقة ختام الموجز شكرا لكرم المتابعة بعمال الله اشتركوا في القناة